اشتركوا في القناة نجحت مملكة البحرين وبكل جدارة في استضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية لعام 2024 وصطرت بأحرف من ذهب قصة تميز جديدة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات حيث استغطوت أكثر من 5500 رياضي ورياضية للتنفس في 26 رياضة مختلفة ما يعد إنجازا يسجل في تاريخ هذه الفعالية كون هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ الألعاب المدرسية الدولية إشادات خليجية وعربية وقليمية ودولية حصدتها مملكة البحرين نظير تنظيمها المشرف لهذه النسخة من الحدث الرياضي الدولي حيث أشار المسؤولون الرياضيون من مختلف الدول إلى دور مملكة البحرين في تعزيز روح التبادل الثقافي ورياضي بين الشباب من مختلف أنحاء العالم هذا وتألق أبطال وبطلات مملكة البحرين من مختلف لاعبي المنتخبات المدرسية بحصولهم على 66 ميدالية من بينها 13 ميدالية ذهبية وضعت البحرين في المركز الثالث عشر من بين 71 دولة مشاركة في إنجاز جديد للرياضة البحرينية وإلى جانب المنافسات الرياضية أعدت المملكة فعاليات مصاحبة لتعزيز التبادل الثقافي مثل ليلة الأمم واليوم الثقافي مع عزز التفاعل بين الشباب من مختلف الثقافات إضافة إلى إقامة منتد علمي وورش رياضية ما أضفى بعدا ثقافيا واجتماعيا للحدث هذا النجاح يمثل خطوة مهمة تعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة رياضية عالمية ويضعها في مقدمة الدول القادرة على استضافة فعاليات دولية كبرى وسط إشادات دولية وتقدير للدور البحريني في تعزيز الحركة الرياضية العالمية والتبادل الثقافي بين الشباب الرياضيين من مختلف الجنسية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر